دوال التغير درس الخامس الفصل الخامس عندي عدة انواع من التغيرات عندي التغير الطردي التغير العكسي التغير المشترح والتغير المركب باختصار اذا كان عندك تغير طردي بتخل احد المجاهيل تعمل التناسب بهذا الشكل xy1 على x1 يساوي y2 على x2 يعني هاي القاعدة الاساسية اللي بنشتغل عليها لما يكون عندي تغير طردي تحظ هنا كيف كان عندي مجهول ودعمل ضرط بادري وطلع وخلينا نحل تحقق من الفهم الاول يقول اذا كان R تتغير طرديا مع T وكان R يساوي سالب 20 يعني هاي R1 تساوي سالب 20 وكان T1 4 تمام هاي T2 بدو ايش بدو R2 كم المطلوب R 2 الآن يهمني نوع التغير قايل لي هنا انه طرديا مدام طرديا اذا R1 على R2 تساوي T1 على T2 هذا لما ييش يكون التغير طردي نفس الترتيب الآن R1 سالب 20 على T1 4 تساوي R2 او احنا قلنا R1 انا خربطت شوية معلش R1 سالب 20 على R2 اللي مش عارفينها تساوي T1 اللي هي 4 على T2 اللي هي سالب 6 تمام لآن عشان نطلع المجهول اللي هو R2 هذا نجي نضرب المعلوم بالمعلوم ونقسم على 4 يعني بنقول هيك R2 تساوي R2 شو اللي بيقابل R2 بتضرب التبادلي 4 بنقسم على 4 ونضرب سالب 20 بار سالب 6 سالب في سالب موجة نقدر نختصر 20 مع 4 فيها 5 5 في 6 30 أو 20 في 6 120 قسم 4 فيها 30 إذن R2 بدها تساوي 30 تمام أجد قيمة R لما T تساوي سالب 6 بدها تكون 30 طيب الآن التغير المشترك شعر تغير مشترك يعني في عندي Y تتغير مع متغيرات اثنين Z و X سمو تغير مشترك هنا نقول إنه Y1 على X1 Z1 تساوي Y2 على X2 Z2 هاي العلاقة اللي بنحل لها تمام إن شاء الله هاي حلوا على طول باستخدام هاي العلاقة بنشوف السؤال يلا R1 R تتغير مع مشترك أول شي مع TV هذول TV هم اللي تحت تمام وهذه هي اللي فوق حسب شو يكتب لي إذن نكتب العلاقة مدام إنه R تتغير تغير مشترك مع T و V معناته R1 R1 على T1 في V1 شو تساوي R2 على T2 ضرب V2 هذا هو اسمه التغير المشترك طيب نبدأ بالترتيب هذا كله هذا 1 هذا واحد فوجد R لما هذا لتعاد أثنين تمام الآن R1 عندي هنا 70 على T4 في 10 تساوي بد R2 على 8 اللي هي T2 مضروبة في 2 تمام على طول بنقول R2 تساوي تحرك بقسم علي بقابل R2 اللي هو 14 يعني 40 ويظل فوق هنا 2 بـ 8 16 16 ضرب 70 نقدر نختصر يعني بدون آلة حاسبة كيف نختصر بدون آلة حاسبة 0 مع الصفر بروح وعا 16 هاي القاعدة تاعة تغير المشترك وهاي القاعدة تاعة التغير الطرد خلي نشوف في التغيرات أخرى هاي القاعدة هاي هي اللي بنشتغل عليها لما يكون عندي تغير مشترك يكون اللي بالأول هو اللي فوق اللي مع الثنين هذول الثنين مع بعضهم يكون هما اللي تحت الآن نجي للتغير العكسي والمركب إيش هو التغير العكسي تغير العكسي مش X1 على X2 X1 على Y2 نعكس و X2 على Y1 هذه قاعدة التغير العكسي تمام هذه قاعدة التغير العكسي يلا بنحل نتحقق من فهمك عليها كل X تتغير عكسي مع Y على طول لوح أكتب القاعدة X1 على Y2 أو تكتب Y1 لو كتب Y1 سير زي الطرد وهنا X2 على Y1 أوكي بينما الطردي خلينا نذكر الطردي إيش الطردي كيف الطردي X1 على X2 يساوي Y1 على Y2 هذا الطردي هذا الطردي إحنا عنا عكسي طيب يلا X تتغير عكسي مع Y وكان X1 Y1 جد X2 لما Y2 أوكي يلا بنعوض X1 24 على Y2 بنجي هون Y2 سال ب12 اللهم صلي على سيدنا محمد يساوي X2 اللي مش عارفينها على Y1 بتحتاج تركيز شرطو كيف ركزنا وصلنا على النبي حتى ما يغلط كل إنسان معرض إنه يغلط الآن 24 على 12 على 12 فيها 2 فيها واحد يستحب إنه بنختصرها زي 12 على 12 الآن شو بنقول X2 المجهول يساوي نضرب المعلوم بالمعلوم يعني 2 في سالب 4 ونقسم على اللي قابل المجهول اللي هو سالب 1 فبتصير سالب 8 قسم سالب 1 يطلع إذن يكسرنا ما أخذين ثلاث تغيرات نشوف التغير المركب التغير المركب كيف هذا X1 Y1 على X2 تغير طردياً مع G وعكسياً مع H يعني بنخلي H معها فوق هذه اللي عكسياً هذه معها فوق القاعدة شو بتقول F تتغير طردياً مع G شو يعني F1 على G1 تساوي F2 على G2 ويقول لك عكسياً مع H حط لها فوق H مش تحت H1 H2 ويجب نحل عليها أي تناسب بدنا إياه يال لاحظة P تتغير طردياً مع R يعني P1 على R1 يساوي P2 على R2 هذا مين تغير طردي مع R وعكسياً مع T حط T فوق T1 T2 تمام الآن ما ظل عليه إلا بعوض واحد يلا ذول 1 ذول الأول أوجد T2 بده إياها علماً بأنه هذول معروفة يلا بنعود محل P1 بحط 4 محل T1 بحط 20 على R1 بحط 2 تساوي P2 اللي هي سالب 5 T2 مش عارفينها على R2 اللي هي 10 نقدر نعمل ضرب تبادلي زي هيك كونه نعمل ضرب تبادلي كامل يعني 10 ضرب 20 200 ضرب 4 800 تساوي 2 في سالب 5 سالب 10 في T2 T2 سوي ضرب تبادلي كامل الآن بقسم على سالب 10 يعني T2 بتساوي 800 قسمة سالب 10 تطلع سالب 80 إذن هذا هي العلاقات اللي أخذناها هنا إن شاء الله تعالى الفيديو القادم بحللك وتأكد شكرا ترجمة نانسي قنقر